طبعا هنتكلم عن تطبيقات ما بعد الروت كويس التطبيقات المحتاجة لروت انت عملت الروت كويس والتطبيقات بعد الروت شنو لانه فناز عملوا الروت وما عارفيني عمل شنو تمام هنبدو طبعا سلسلة من سلسلة تطبيقات ما بعد الروت وده اول حلقة في السلسلة بتاعتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله ننورين يا جماعة كويس اول حاجة هنبدو بها الليلة كويس عشرة تطبيقات من تطبيقات الروت كويس ممكن تكون تطبيقات اساسية انت بدي حتلها خلال عملك اليوم كويس اول تطبيق هنبدو به اللي هو تطبيق سوبر اس يو تمام التطبيق طبعا بديك صراحيات للتطبيقات كويس ويلقاها في اي وقت تمام طبعا التطبيق ده موجه لكينغروت وسوبر السيو يعني ات لو عندك المجلس التطبيق ده ما محتاج له لو ات عندك الروت بيداع المجلس مليجر تطبيق ده ما محتاج ليه ونخيل معي ركز معي في المقتضي ات عندك مجلس ماذا يشتغل بالتطبيق ده اصل تمام كويس ان التطبيق ده موجه لمنوع موجه للزول اللي عنده سوبر السيو او كينغروت تمام اي نوع منه تمام ده لانو بديك الصلاحيات ده على تفعيل الروت في التطبيق او يلغاء الصلاحيات كويس التطبيق التاني كويس طبعا موجود في جوجل بلاي هاخدت لك الرابط اسفل الفيديو تمام كويس نمشي نشوف التطبيق البعدي تطبيق البعدي ولا هو تطبيق تيتانيوم باكب كويس ده بيخليك طبعا تحتفظ بنخص النسخة احتياطية من التطبيقات كويس والالعاب كويس اذا انت محتاج تحتفظ باللعبة او محتاج تحتفظ بالدا تحقها يعا انت ماشي مقرد تلعب مثلا بوب جي تمام كويس ومشي تفive فيها مراحل كويس ودار تحتفظ بلعب كلاها ما تنزيلها من جديد ممكن تملغ باكب اللعبة كله او لتطبيقات كلها بكل ملفاتا و بكل الدا تحقها تمام ممكن تحتفظ بملف التذبيت والداتا. كويس? طبعا التطبيق اللي هو تيتانيوم باكب برضو شنو موجود في متجر جوجل بلاي. تمام? اخدتها لك الرابط عشان شنو تنزلوا من هنا. كويس. اه نمشي نشوف التطبيق التالت وطبعا هو عنده علاقة بالبطارية وبالغي التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية. كويس? وبخدتها في وضع السكون. تمام? كويس? التطبيق ده قال لي اسمه جرين فايا. اسمه شنو? جرين فايا. كويس? والتطبيق ده قال لي بيتحكم في اداء البطارية. ضروري جدا. تمام? كويس? قال لي التطبيق ده يا سي دي. هتلقاه طبعا موجود في متجر جوجل بلاي. كويس? بيكفي للتطبيقاتها في الخلفية وخدتها لك في وضع السكون عشان ما تنزلوا البطارية. بس في خلاف معين هنا في التطبيق ده. كويس? انه بيختلف من الشخصة اللي عنده رود. كويس? ومن الشخصة اللي عنده رود المجلس مانجر. لو ات عندك انواع عن رودة التلاتة من غير المجلس مانجر. بتثبت التطبيق وتشتغل بها طوالة من غير اي مشكلة. تمام? كويس? لو ات عندك رود المجلس مانجر بتضطر انه مع التطبيق ده تنزل وحدة من وحدات المجلس مانجر. عشان شنو? عشان يشتغل معك التطبيق بكل كفاءة. تمام? اذا بيختلف التطبيق ده من الزوال اللي عنده مجلس مانجر ومن التطبيقات التانية بتاعة الرود. وضحت الفكرة. كويس. طبعا التيتانيوم بيشتغل مع الاثنين ما عنده مشكلة. كويس. التطبيق اللي اه الرابع. كويس. اللي هو تطبيق اللي هو system up remove. تمام? كويس. يعني تقدر تحزف تطبيقات النظام. تطبيقات النظامة في جهازك. ممكن تعمل ليها ازالة. تمام? كويس. تمسح نهايان. طبعا قبل كده تكلمت عن واحد تاني اللي هو رود آن اا او انستولر. لو مذكرين قبل كده في حلقة من الحلقات. وضعت لكم انه هقول طريقهم طبعا رائع بضعه برضو لو حابين تتطبيق ده. طبعا تطبيق ده حاليا بتتكلم عنه system ده موجود طبعا في شنو في متجر جوجل بلاي. ممكن تنزله. تمام? وفي الجهاز عادي. كويس من غير اي مشكلة. ده شنو? ده التطبيق الرابع. كويس. قلي بعد كده نمشي نشوف طوالي حننطل التطبيق الخامس. طبعا في التطبيقات انا مادر اتكلم عنها هسل انه باعتبارها هي ما اساسية لك السحاليا. كويس. ديسك ديجر. كويس. التطبيق ده شنو? ديسك ديجر. ده قلي بيسترجع لك الملفات اللي انت بتمسحها عن طريق الغلط. تمام? بيحتفظ بها بعد ما تفعل التطبيق ده. كويس. التطبيقات الا او البرامج اللي انت مسحتها بالغلط بيحتفظ لك بها. كويس. بيقدر رجعها لك تاني من جديد. طبعا التطبيق ده موجود برضو في اللي هو جوجل بيلي. عادة ممكن تنزله وتشتغل به. تمام? كويس. نمشي بعد كده للتطبيق السادس. تمام? وطبعا ده ضروري جدا يكون في التلفون بتاعك. روت اكسي بلورا. تطبيق برنامج ده مهم جدا 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 لا يزول. تمام? طبعا فيها نوع تاني منه. ممكن يتكلم معنا بعدين. لكن التطبيق ده بيخليك تتحكم في الملفات تحت الجهاز وتقدر تعدل فيها وتقدر تستخرج منها وتضفي اللعبات وتعدل في الفريمات. يعني التطبيق ده ضروري في دارة الملفات. لازم يكون في الجهاز بتاعك. كويس. طبعا في نسخة مدفوعة لو انت بتنزل شمال زي ما يقولون الجماعة الطيبين. كويس. او بتنزل النسخة المعدلة المهم بطريقتك تاني. لكن التطبيق ده فوق واشنو? كروش. تمام? ازا رود اكسبرونا. التطبيق ده طبعا ضروري جدا يكون في الجهاز بتاعك. تمام? كويس. لازم انت تتنزله في الجهاز بتاعك. كويس. نمشي بعد كده نشوف التطبيق السابع. كويس. وطبعا التطبيق السابع ده اللي هولي الناس اللي بتنزل الفلاشات او ريكوفري او كده. تمام? لو اسمه فلاش فيا. طبعا الفلاش فياضه ضروري جدا كويس لناس الما عندها معدل. طبعا لو عندك معدل بيكون احسن بكثير جدا احسن لك من التطبيق ده. لانه ده اذا علك ما بيتحل المشكلة. لكن اللي هو التطبيق المفرنت تتكلم عنه بعدين اللي هو تطبيق اللي هو المعدل ده لازم يكون في جهازك كل مرة انا قاعد تكلفه. التطبيق ده لازم يكون اساسي في جهازك قبل اي تطبيق. تمام اذا لو ايت عندك معدل ما في ذ liquor لالتطبيق ده. تمام. التطبيق طبعا الثامن اللي هو بتاع الاعلانات الناس طبعا منزعج جدا من موضوع الاعلانات اللي هو ad blocker plus. ده طبعا بمنع لك الاعلانات كويس بتجيك في الهاتف بتاعك كويس. معنى في مواقع اذا انت ما حضرت الاعلانات ما بنتنخش فيها. لكن طبعا في ناس وعما رب بتجيك اعلانات اي تمام ما بتستحمله او بيكون مزعجة لدرجة كبيرة جدا ممكن تفاعل شنو التطبيق ده بريحك من شنو من موضوع الاعلانات. تمام نمشي للتطبيق التازع كويس وهو ده بيختص لي باشنو بالانيميشن ان بيصحر ليك وكنت تفتح التلفون يا دوبا. طبعا ممكن تفتح التلفون يا دوبا بيجيك طبعا شعار بتاع الشركة كده وحركات. تمام? ات ممكن تغير الحاجة دي بشكل جميل جدا. كويس اللي هو يسمو put animation. تطبيق طبعا موجود في جوجل بلاي وفوقه اشكال كتيرة جدا ات ممكن تنزيلها. تمام? عشان تفتع باشنو التلفون بتاعك وتفتح تصحر ليك شنو الصورة دي. موجود طبعا تطبيق برضو في جوجل بلاي. كويس والتطبيق العاشر اللي هو تكلمنا عنه وحنختم عنه اللي هو التطبيق اللي هو اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اللي هو تطبيق الريكوفري المعدل. تمام? الريكوفري المعدل يا شاب ويا اي دول بيسمع فوقي لازم يكون في الجهاز بتاعك عشان الجهاز بتاعك لو علق ولازم تعمل نسخة احتياطية من البيانات. عشان جهازك لو حصلت فوقه اي مشكلة تحاول ترجع البيانات بتاعتك من غير اي مشكلة وم بتحتاج لكمبيوتر ولا تمشي لي دول ولا كده. تمام? اذا التطبيق العاشر هو تطبيق اللي هو الريكوفري المعدل. تمام? كده احنا اتكلمنا عن عشرة تطبيقات دي في اول حلقة. هنزل لكم حلقة ثانية فيها برضو كل مرة عشرة تطبيقات لحد ما نحاول نمر على كل التطبيقات. تمام? كويش? لو ويتم اشترك معنا اشترك في الغنى. ولو ويتم اشترك معنا لان تدعمنا باللايك او بالتعليق. تمام? ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.